ادوات العمل تعاد بداية الصنع وبسيطة حتى في تسمياتها تبلية ومنجل وقاصصة اما مراحل العمل تبدأ من التلكيح مرورا بالتركيس ومن ثم الحصاد هذا اختصار لمشاقي وجهد مهنة صعود النخلة خلال اشهر نمو التمور حتى موعد قطفها من النخلة واصحاب هذه المهنة يؤكدون ان اعدادهم قلت مؤخرا بسبب المردود المالي القليل جدا من الثالث للرابع يبدأ التلكيح خلص التلكيح تلكيح ما يحتاج عمال بس التبلية وننجل ولكوه تلكيح النخلة وتنزل اخر شي يبدأ عندك بالسامع يبدأ عندك التركيز تركيز نخلة تنزل عثك تنزلها بالقاء وتنظف النخلة دائر ما دائرها يبقى تمرد لها حيش يبقى احسهل لك بالقصاص بالقصاص تحتاجك اربع عمال اربع عمال وواسط نمو هي الموديكم شولك تشادر من نامونا ولمون التمر يعني حطونا بالواسطة همان نظر بالوقي شغلك بخطورة؟ طبعا عندي خطورة خطورة انا اقول لك شون اقل تتبعي في وقت تتوقف اقل شي يعني انت شغلتك دعباني بالوقت الحاضر هس صارت النخلة عبع الفلاح اولا تكلفتها المالية اكثر من واردها ثانيا قل بيها العامل اللي يصعد يركزها ويقصها قل يعني نسان واحد من الناس عندي بستان بتقريبين مية وخمسين نخلة معنى الولد ما يصعدون قل لي ليش اتشهوا للمدينة كما ان مخاطر العمل واردة في اي لحظة لان حرارة الجو والارتفاع غير متساوي واختلاف اماكن وجود التمر في النخلة الواحدة الذي يحتاج للدوران المستمر يجعل من الصعود ان يبقى حذرا طوال الوقت ولم يخفي بعضهم من مواقف رافقتهم واصابات تعرضوا لها دولة ما جاءت استيراد او تصدير ما ما قاعد يستدروا ما يستلمون فلاح وشي لذلك شوف اليوم اليوم 22 يوم هذا اليوم 22 يوم 22 يلعقه 2000 تركيح 2000 قصاص و 2000 تركيز 6000 وش يدري تحصل الموقف الطريفة قلت لك مرة من الهمزة جاي يركز بفترة التركيز طبعا نزلت العثق وصدفة كانت كورة خلية مع النحل الداخل فوقعت على وجهي وفي تتبع وتقصي عن صناعة ما يحتاجه الصعود في عمله فان الجاسم لم يبخل علينا بجلوسه أرضا تحت شعة الشمس الحارقة يوضح لنا ممن تتكون تلك الأدوات هاي تشفاية هاي الفتح هاي تحط بها هذا البكار هان سميه البكار تحط بها هذا البكار الدخل هنا تفعل النخلة ونصعد بها هذا السيم هذا او حبيل نخليه انشت بها هاي خاف يعني توقع خاف يفلت هذا البكار توقع هذا البكار شنو مهمتك؟ هذا البكار هو للزم هذا يدخل هاتشي هاتشي يدخل وهي الربط هاي السيم تربطه هاتشي يحضن على النخلة وهي يصير بظهرك هاي مهنة عراقية بانتياز تبقى حتى يومنا هذا رغم ان اجرة من ينتهنها لا تعادل صعوباتها من الديوان يا محمد حسنان قناة التغييرات ترجمة نانسي قنقر